طيب بسم الله السلام عليكم ورحمة الله الله أعطيكم العافية جميعا هذا الفيديو إن شاء الله راح نشرح المحاضرة الرابعة بالبداية قبل ما نبلش بالشرح ندعي لدكترنا رشد الجمهر بالرحمة والمغفرة بالرحمة والمغفرة بالرحمة والمغفرة أيضا ربنا يقبلهم ويحشرهم مع النبيين والسيقين والشهداء والصالحين وحسنة لائك رفيقة طيب نبدأ بسم الله الشرح راح يكون ما راح أشرح بالتفصيل لكن راح أشرح يعني تقريبا كل إشي موجود في المحاضرة ولكن مش بالتفاصيل بس بطريقة أنكم تفهموها وتأخذوا العلم الموجود فيها وتوقع أنه راح يكون كافي بعدين إنكم إيش أنكم تحلوا أسألتها بس موضوع المحاضرة عن ال-Informed Consent Consent هو عبارة عن تفويض أو موافقة موافقة من المريض بناء على معلومات هو أخذها يعني It is informed consent يعني هو أخذ information بناء عليها أعطى تصريح أو تفويض إما بالموافقة وإما بالرفض تمام؟ إما بالموافقة على أخذ العلاج أو رفض أخذ العلاج تمام؟ فبحكي لي أنه قانونيا ما بقدر أعطي أو ما بقدر يعني أعطي رعاية صحية لأي حدا إلا بموافقة اللي هي ال-Informed Consent تمام؟ اللي هو التفويض تبعه لو كان عندي واحد يعني عاقل وراشد وقادر على تحديد مصالحه هو ما بقدر أعطيه العلاج إلا بإيش إلا بموافقة منه تمام؟ وحكيت في عندي نوعين في عندي اللي هو الموافقة A form to accept the treatment أو A form to refuse يعني مثلا ممكن يكون في عندي كيموثيرابي خلاص مريض السرطان ما بدي يأخذه تمام؟ ممكن يكون في عندي إيش مثلا كيموثيرابي مريض السرطان ما بدي يأخذه فيا أكسبت يا رفيوز أسأحكي لي شو أهمية ال-Informed Consent في الحالات المختلفة أهمية ال-Informed Consent إنه أول إشي بساعد في اتخاذ القرار وبساعد في العلاقة اللي ما بين الطبيب والمريض تمام فهو بساعد المريض إنه يكون جزء فاعل في اتخاذ القرار وأيضا كمان إيش إنه يكون في عندي علاقة بين طبيب والمريض إنه يصير بناتهم نقاش ويكون تقريبا نحكي القرار مشترك بما يحقق مصلحة المريض وأهدافه قيمو اللي هو شايفه صح وبما يحقق المصلحة الطبية اللي الدكتور شايفها من وجهة نظره صح تمام تمام هاي يعني أول أهمية ثاني أهمية إنه يعطيني زي حل للموضوع إنه خلص المريض رافض فكرة العلاج فهنا طبيب ما بتحمل المسؤولية لأنه في عندي informed consent من المريض إنه المريض ما بده يأخذ العلاج وأي يعني أي أشياء بصير وأي تبعات على هذا القرار المريض بتحمل مسؤوليتها تمام فهي الفكرة كمان شغلة ثانية إنه ممكن المريض يكون بده علاج معين ولكن ما يرضى تمام فما يرضى الدكتور يعطيها فالinform consent هي بتسمح للمريض إنه يرفض العلاج ولكن ما بتسمح له يطلب العلاج اللي هو بده إياه بالظبط تمام يعني هنا في واحد من أمثل حكاها الدكتور إنه ما بقدر المريض يطلب مضاد حيوي لازم الدكتور يعني هو يقيم الموضوع يعرض عن المريض هل بدك مضاد حيوي حسب رأيه الطبي وهو بالتالي المريض بوافق أو برفض طيب هنا في عندي ملاحظتين بسيطات بحكي لي إنه إنه رأي المريض أو قراره إذا أنا بقدر أجاهله معناته الinforming والdiscussion اللي بصير بين الدكتور والمريض ما إلو أي داعي لأنه إذا بالنهاية أنا بدأ أجاهل رأي المريض فخلص لش يتناقش المريض مع الدكتور تمام والشغلة الثانية إنه إذا إذا ما في عندي وسيلة أقدر أثبت فيها إنه هذا المريض رفض رفض العلاج معناته حق رفض العلاج برضو ما بصير إلو أهمية تمام لأنه إذا ما كانت عندي وسيلة إنه أثبت هذا الموضوع وقتها المريض ممكن يرفض العلاج وبعدين إيش بعدين إذا صار له إشي بقدر يحمل المسؤولية للمستشفى بساطة الفكرة كيف فهونا بتكمن أهمية الinformed consent فأسه بحكي لي إنه الinformed consent ترفض البتر للموديل اللي دارس محاضرة الآث بذكر إنه البتر للموديل هي عبارة عن إنه الطبيب والمريض الطبيب بيكون هو يقوم بدور الأب والمريض هو دور الطفل فالطبيب بأخذ القرارات بدون ما يكون للمريض رأي في هذا الموضوع الinformed consent ترفض البتر للموديل لأنه الinformed consent هي مبنية بشكل أساسي على رأي المريض وعلى رغبته هو في أخذ العلاج تمام هسه في عندي مجموعة من الvalues بالinformed consent إنه أول إشي ليش هال الinformed consent موجودة عشان أحسن الويل بيينج تبع المريض هسه بنحكي شو هو الويل بيينج بالضبط وفي عندي إني أحترم سلف ديترمينيشن يعني إنه المريض هو يعني كينونة مستقلة بذاتها قادر على اتخاذ قراراته وقادر على تحديد مصلحته تمام فأنا هون بكون احترمت هذا المريض يعني كوحدة متكاملة لحاله والثالثة اللي هي إيش إنه بتزيد عندي الثقة بالممارسات الطبية لأنه لما المريض يشوف إنه ما في علاج قاعد بصير إلا بموافقته وقتها إيش وقتها راح تزيد الثقة بين المريض أو بين المجتمع خلينا نحكي وبين المجال الطبي الطبية طيب الباشنط والبيينج بحكي لي يعني أنا ما في عندي علاقة بين الطبيب والمريض إلا لحتى أوصل بالنهاية للويل بيينج تبع المريض والويل بيينج هذا ما مش بس هي فقط الهيلث إنه صحته كويس لا ممكن أنا يكون المريض عندي يعني صحته بعد العلاج 100% بس مثلا نفسيا نتأثر بهذا الموضوع أو يعني راح جانب معين من حياته أثر على شغله أو إيش زي هك تمام فهاي هي فكرة الباشنط والبيينج إنه يكون المريض كويس من جميع الجوانب سواء من صحته أو من النواحي الأخرى زي حياته العملية صحته النفسية وهذه الأمور تمام فبحكي لي الهيلث is not fully objective matter في فرق بين الobjective والsubjective ما أحكي عن الobjective بحكي عن الصحة نفسها إنه هل هي يعني زي كأنها إشي object تمام ولكن الsubjective إنه أنا هون يعني بدي أصر أتعامل مع كل مريض بشكل منفصل وحسب ظروفه فنقدر نحكي إنه الobjective إنه الobject هي الصحة والsubject لهو المريض فالرعاية الصحية هي مش هي مش بس الobjective مش أنا بس بدي أوصل لصحة 100% لا لازم كمان يكون الsubject لهو المريض برضو إيش برضو يعني سليم من جميع الجوانب الأخرى فكل ياته هذا كله نفس الحكي يعني اللي موجود هون إنه في أشياء صح بتأثر على صحة المريض في أشياء بتهدد حياته مثلا بس في أشياء مثلا لا ما بتأثر شي كثير تمام فمثلا يعني جراحة صحيحية مثلا والله واحد أنفه ما ظبط أو يعني صار عنده حروق بس بده جراحة تجميلية لأيده مثلا تمام هاي الشغلات ما بتأثر على حياة المريض تمام فهي هاي الفكرة أنه الهيلث هي مش أبجيكتف هي سبجيكتف يعني عادي كل واحد فيه إله قرارات به هاي الشغلة والمدكال الكراتيري ألون يوجولي دزمت فل يستطل وتريتمنت بيسلكتد يعني مش بس المدكال الكراتيري هي اللي بتحدد شو أختار بس برضو المريض نفسه هو اللي بيحدد شو الأفضل لإله هذو كله حكينا بحكي الي فلازم أجمع بين الأبجيكتف وبين السبجيكتف والباترنة من العلم لاصد رجول هذه الممسافة لو بتد الباترنة هي بالمختصر بتتعامل مع الصحة كأنها إشياء أنه المريض موجود عندي في عنده مرض معين لازم أعالجه هاي الباترنة ثمام بالطبيع يعني برضو بترفض هذا الإشي لأنه زي ما حكينا فيه هاثين بيتوف شو فكرة الـ self-determination؟ إنه المريض يقدر يحدد القرارات تبعته بناءً على حياته هو نفسه بناءً على قيمه وأهدافه في الحياة تمام؟ هاي فكرة الـ self-determination إنه المريض هو اللي يحدد بناءً على الـ interest تبعونه بناءً على الـ personal life تبعته فهون لما يكون الـ self-determination يكون عنده القدرة على إنه يشوف يعني كل الأشياء أو يعني الخيارات اللي موجودة عنده ويقارنها مع مبادئه والأهداف اللي هو بدي يوصلها وبعدين شي تأخذ قراره هل يأخذ العلاج ولا ما يأخذ العلاج هل يأخذ علاج رقم واحد ولا علاج رقم اثنين هل بيقدر يتحمل المضاعفات تبع هذا العلاج ولا لا يدور على العلاج الثاني في مضاعفات أقل مثلا تمام؟ فهذه الفكرة فهون self-determination it includes the exercise of decision and action تمام؟ إنه يتأخذ القرار وبعدين إيش يبلشوا بهذا القرار يشتغلوا عليه تمام؟ هسا بحكيلي إنه لحتى يصير فيه عنده decision والأكشن هاذ لازم يكون فيه عنده شغلتين إنه أول إش المريض يأخذ فكرة كاملة عن المرض وعن كل البدائل الموجودة تمام؟ يأخذ فكرة كاملة عن المرض being informed about the disease and alternative treatment الشغلة الثانية إنه يكون المريض فيه عنده مفهوم ومبدأ لمصلحته يعني لما هو قاعد بيسمع شو هو المرض وشو البدائل الموجودة ولما يجب بدي يقرر بدي يقرر بناءً على إيش؟ الأشياء اللي هو شايفها بتخدم مصلحته تمام؟ فهذه الشغلتين مهمات كثير إنه هو يتخبر كل هاي الشغلات الشغل الثاني إنه شو؟ إنه يكون فيه عنده مبدأ واضح لين مصلحته بتكون بأي خيار من هذور الخيارات فلازم إنه هاي الخيارات أو هاي القيم المريض يراجع فيها نفسه بدون ما أي حدا ثاني يتدخل تمام؟ وهذا تدخل باعتبار يعني بصر عدم احترام يعني إذا أنا صرت أدخل بأهداف المريض وبقيمه وبشو قراراته هو وقتها أنا مش قاعد باحترمه أنا اللي عليك كطبيب إني أنا أحكي له شو مرضو شو الخيارات ممكن أنصح بواحد من الخيارات من وجهة نظري ولكن بالأخير الخيار للمريض موجود تمام؟ فرسبيكتنج سلف ديترميناشن مينز أفويدنج ذا أبوب انترفيرنس إني أنا أتدخل هاي وذوت انترفيرنس ان اني ديسجن ان ديسجن او ان اكشن فروم اني ديسجن ما حدا بتدخل بقرار للمريض طيب الفالي اوف سلف ديترميناشن قديش يعني لازم ينعطى قيمة للسلف ديترميناشن في الطب يعني أو في الرعاية الصحية بحكي لي أول إشي إنه القرار المريض يعني قرار المريض يتم اتخاذه بناء على الويل بيينج تبع المريض هاي شغلة ثالث سلف ديترميناشن جدا مهم لحتى المريض هو يحدد وين الويل بيينج تبعه الشغلة الثانية إنه الهارمفول ديسجنز ديسنت أبوليش سلف ديترميناشن ولكن بتقللها يعني الفكرة إنه لو المريض بدو يتاخذ قرار يعني هو رح يأذي فيه نفسه وقتها يعني هذا الاشي ما رح يلغي السلف ديترميناشن بشكل كامل تمام يعني ما رح والله المريض قرر ما يأخذ العلاج فأنا ما بلغي له السلف ديترميناشن طبع بحكي له لا بدو تأخذ العلاج ولكن بحاول أقلل لشوي كيف عن طريق إني أنا أوجهه إنه هذا الاشي اللي أنت قاعد بتعمله غلط وإني أحكي له مساوى عدم أخذه للعلاج تمام فكل هاي الشغلات يعني هي متعلقة بالسلف ديترميناشن طبع المريض وهنا يعني زي تلخيص للشغلات إنه إت بروموتس والبيينغ وإنه البيشن هو أفضل يعني جج للإنترست خاصة فيه وبعرف وين البيينغ تبعته والبيشن والبيينغ السبجيكتب فهي تعتمد على كل البيشن بشكل منفصل واحترام السلف ديترميناشن بترك المريض يعني حر هو اللي يختار ويقرر شو بدي يسوي بنا أنا على قيام اللي هو بدي يسويها تمام أو قيام اللي هو متبنيها يعني بحكي لي هنا في عندي قانون الأمريكي عشان المريض يتخذ قراراته بنفسه بحكي لي هذ القانون يعني عملوه ليش لحتى المريض يكون انفورمد يكون عارف أو يتخبر عن كل الحقوق اللي تتعلق باتخاذ قراراته عشان يتعالج تمام فأنا بخبر المريض هو شو الحقوق اللي عنده لحتى المتعلقة بعلاجه زي ما في عندي رايتس لكله اللي هي أنه يسهل اتخاذ قراراته وإأنه كمان إله الحق برفض أو قبول الإعلاج الطبي وكمان إيش أنه يخلي الإعلاج أو الرعاية الصحية موجه فهي الفكرة انه يعني يكون اتخاذ المريض لقراره في الرعاية الصحية يكون سهل جدا يعني ما في اشي يعيق هذا الموضوع ويكون له الحق في الرفض او في قبول الميديكالي تريتمنت واخر اشي انه ايش انه يكون في عنده توجيه مسبق انه انا كيف بدي اخذ الرعاية الصحية ويقول الاشياء اللي هو بيفضلها تمام بينات نفس الاشيه هنا بس يعني هذول هيك بشكل بسيط بحكي لي هذا الاكت او هذا القانون بتيح للمرضى انهم هم يكونوا ايش يكونوا يعني اخذوا قراراتهم بشكل افضل كيف عن طريق انه هاي هون هو النقاط مختصرة انه تجيف سبيشنس كنترول اند اثوريتي بعطيهم الصلاحية الكاملة والسيطرة على قراراتهم تمام الشغل الثاني انه بعطيهم الفرصة انهم يختاروا شو الاشياء المهمة بالنسبة لهم تمام فحكي زي ما حكينا اتخذ القرارات هاي سبجكتف ما بيكون اوبجكتف بشكل كامل لا هو بيكون اوبجكتف بيكون سبجكتف كمان حسب كل مريض والشغل الثالثة انه بعطيهم الخيار انهم يختاروا البدائل تمام يعني ما في داعي انه بس يختار مثلا لدرق اوف جويس لا بيختار الشغلات الثانية اذا كانت بتتوافق مع اهدافه بالحياة والشغل الرابع انه ايش انه يكون بيشن داريكتد هيلث كير يعني يكون موجه من قبل المريض وهو يختار كيف يعني طريقة علاجه خليلين نحكي تمام هاي الفكرة هسا شو اللي بصير بالواقع اللي بصير بالواقع انه بيجي المريض بيوقع الموافقة بدون ما يقرأها بعدين بس يصير في يصير له اشي خلال العلاج يروح برفع اه قضية على المستشفى وعلى الدكتور انه انا بس اجي توقعت الموافقة هاي الاشياء ما كانت موضحت لي تمام فthey use the inadequacy of the informed consent process as a legal argument بيستعملها كايش يعني بيستعمل عدم وضوح او عدم كفاية ال informed consent بتان يوصل له الفكرة بطريقة ايش بطريقة انه يرفع فيها قضية على الدكتور وعلى المستشفى تمام فهاي الفكرة عشان هيك ال informed consent الحالية ما بتعطي content يعني ما في محتوى ينحط كثير بالconsent ليش بيخلوه مش كثير واضح وبالتالي اعفون فكنا نحكي انه اللي بصير بالواقع انه المريض بيجي بيرفع شكوى على الدكتور وعلى المرضى بانه ايش بانه انا لما اجو خبروني عن المرضى عن العلاج مكانش الاشي واضح مكانش اشي مفهوم فبالتالي ايش بالتالي بيروح بيرفع القضية عليهم تمام طيب وبالتالي ال informed consent الحالية ما فيها كثير محتوى جوى ال consent عشان ببطل الاشي كثير واضح للمريض طيب بالتالي بتزيد سلطته في انه يتخذ قراره تمام هاي الفكرة اللي صايرة حاليا فسا بحكيلي ال waiving or turning down self-determination مرات المريض ما بيدو يكون self-determined ما بديو يتخذ قراره بنفسه فبروح بعطي يعني بتخلى عن حقه في هذا الموضوع طيب ليش ممكن المرض يتخلى عن حقه وممكن يكون بسبب شدة مرضه انه يعني خلص هو مش قادر يتخذ قرار ممكن يكون بسبب مشاكل نفسية انه هو اكتأب من هذا المرض ورضو مش قادر يفكر بقرار كل ما يفكر في المرض بزيد اكتئابه اكثر ender وممكن ما يكون عنده المعرفة الكاملة أو المعرفة الكافية انه يتخذ القرار الأفضل اليه فبالتالي أو ممكن ما يكونش فاهم مرضه بالضبط فبالتالي ما بقدر يتخذ قراره بنفسه الشغلة الرابعة إنه ممكن يعني رايح عندك تور هو بعرفه أو مثلا العيلة متعالج عنده فهو واثق بقراره فبالتالي بتنازل عن حقه في إنه يتخذ القرار تمام فسا هل هذا القرار إنه يعني متوافق مع مبدأ السلف ديتيرمينيشن فحكي لي إنه المريض هو يعني إله الحق بإنه يتخذ قراره وأيضا بإنه ينقل حقه في إتخاذ القرار لشخص آخر سواء في وصي عليه أو على الدكتور نفسه إنه هو الدكتور يتخذ له القرارات تمام ولكن اللي غير أخلاقي أو خلينا نحكي اللي مش صحيح إنه المريض يفكر إنه ما إلوش علاقة في إتخاذ القرار تمام يعني لما أنا أكون عارف إنه عندي الحق بإتخاذ القرار بس أتنازل عنه غير عنه أنا لما أكون مفكر إنه ما ليش دخل بإتخاذ قرارات بتخصني أنا وبتخص علاجي تمام فهي الشغلة الثانية هاي مش سلف ديتيرمينيشن الشغلة الأولى هي سلف ديتيرمينيشن لأني أنا اللي اتخلت عن قراري فبالتالي لحتى يعني أمارس السلف ديتيرمينيشن لازم يكون في عندي سلف جوفيرنين يعني إني أنا أقدر أتخذ قراراتي بنفسي وأقدر أنا أشوف شو الألترنت في زي أختار الأفضل بناتها بناء على شو الأشياء اللي أنا شايفها وأيضا أنه يكون في عندي قانون بمنع الأبيوز تمام؟ يعني أنه يمنع أنه الدكتور يصير هو يتخذ القرارات بشكل يعني زايد عن حده يصير في عندي أبيوز لهذا الموضوع أو يصير في عندي إكسسندين للوافين أو سلف ديتيرمينيشن الوافين حكينا هو التخلي عن السلف ديتيرمينيشن فبالتالي إذا زاد عندي هذو الأشيي من راح صور يأخذ القرارات راح يصير الدكاترا هم اللي يتقذ القرارات عن المرضى تمام؟ هذو الأشي اللي ما بيصير بحكي للشغلة الثالثة إحنا إذا متابعين معنا حكينا في عندي ثري فاليوز اللي هم الويل بيينج حكينا عن الويل بيينج وحكينا عن السلف ديترميناشن آخر واحدة اللي هو تعزيز ثقة المجتمع بالإيش بالممارسات الطبية وبالذات في إيش في مجالات البحث لأنه أنا ممكن أعرض على المريض علاج هو حاليا تحت البحث تمام وتحت التجارب فهذا الإشي له positive effect أنه يعرف المريض أنه يعني هو مبلش في هذا العلاج التجريبي ولكن إيش هو محمي بالكونسنت تبعه تمام الشغلة الثانية أنه negative effect تبعتها أنه بصير المريض يعني يفقد الثقة بالقطاع الصحي أو بالطبيب أنه طب إذا أنا لسه الأشياء كلها تجريبية وما فيش إشي واضح طب أنا كيف هذا الدكتور بدي يعالجني تمام فهي هي negative effect وضحت الفكرة كيف؟ فالشغلة الأولى الـ positive أنه المجتمع بتزيد ثقته في المهنة الطبية أنه هم بعملوا كل تجاربهم بعد ما إيش بعد ما يخذوا الكونسنت من المرضى أو من الناس اللي راح يصر عليهم التجارب وصر عليهم الـ research بينما negative effect أنه إيش أنه المرضى بيخسروا ثقتهم أو الأطباء بيخسروا ثقة الموجودة عند المرضى تمام لأنه المرضى بيبطلوا واثقين في الأطباء 100% لأنه كل الأشياء صارت تجربية فعليا هسا لحتى يكون هذا الـ informed consent يعني valid وصالح أني أخذ فيه 100% لازم يكون في عندي ثلاث شغلات مهمة كثير اللي هي الـ competence أنه يكون المريض راشد وعاقل وقادر على اتخاذ القرار الشغلة الثانية أنه يكون المريض الـ consent لما يجي يكتب أو يوافق عليه يكون بإيرادته التامة بدون أي إجبار بدون أي إكراه من أي حدا والشغلة الثالثة أنه يكون في عندي detailed information أنه نعطط للمريض وبناء عليها هو اتخذ قراره عرفنا شوف الثلاثة الشغلات اللي هي الـ competence والvoluntariness اللي هي أنه يكون ما أخذ القرار بإيرادته الشغلة الثالثة أنه يكون في عندي معلومات مفصلة والمريض اتخذ قراره بناء عليها بحكي للناس من ناحية الـ competence تنقسم إلى ناس مش قادرة أنها تعمل الـ consent هذا يعني هي مش competent هي مش عاقلة هي مش راشدة وشغلة الثانية أنه ممكن يكونوا هم able to consent بيقدروا يعطوا الموافقة بيقدروا يتخذوا قراراتهم والثالثين اللي هم يعني اللي مش واضح موضوعهم فبدهم تقييم they need evaluation هسا ليش الـ competence مهم؟ لأنه الـ competence هو اللي بميز لي هل الـ informed consent اللي أخذته من هذا المريض لازم أخذه بعين الاعتبار ولا لا؟ يعني واحد مثلاً أجاني عنده مشكلة عقلية هو مش قادر يفكر أو قاعد بهلوس أو قاعد هالفا أنا ما بقدر أخذ منه الـ competence وما بقدر أخذها بعين الاعتبار هو مش واعي تمام؟ عشان هيك الـ competence كثير مهم أني أعرف هل هذا المريض competent ولا مش competent تمام؟ وبحكي للـ evaluation تقييم الـ competence بصير بناء على المقارنة ما بين الـ patient well-being والـ self-determination هسا إذا القرار الصحي اللي لازم يأخذه المريض بالنهاية يأخذ الإشي اللي بيضمن له الـ well-being تمام؟ وبنفس الوقت ايش؟ وبنفس الوقت يكون متخذ القرار بـ self-determination منه نفسه ممكن مثلاً يكون فيه قرار بخدم الـ well-being تابعه ولكن مش بـ self-determination جوز حدا مقنع في هذا الموضوع ومش متخذ بإرادته الكاملة مثلاً أو هو مش مفكر بالموضوع كوي استمام؟ فهي مش self-determination بوسط الفكرة فلازم يكون في عندي بلانس ما بين الـ patient well-being ما بين self-determination ممكن يكون الـ patient self-determination يتخذ قرار و يعني خلص أنا ما بدي أخذ العلاج ما بدي أتعالج بس هذا الاشي ما بيخدم الـ well-being فهذا المريض يعني وقتها بصير أشك بالـ competence تبعته هل هو فعلاً competent ولا لا؟ طيب فأنا بخلي المرضى يقرروا ولكن بحميهم من التبعات السيئة اللي راح تنتج من القرارات إذا كان فيتبعات سيئة يعني بس بحكي لي لما أجي أنا بدي أقيم هل هذا المريض competent ولا لا؟ في عندي عدة نقاط أقيم عليها أول إشي أنه الـ competence دائماً بقيسها بناءاً على القرار اللي بدّو يتأخذ يعني والله أنا بدي أجي 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 أغلب دواء حبّة ولا بالوريد يعني بدهاش competence كثير تمام؟ عادّي لأنه ما فيش فرق بس لما اجي احكي له بدك تعمل عملية ولا ما بدك تعملها وقتها هون فيه كومبيتنس تمام لازم يعني انا بقدر اقيم المريض بناء على هاي الشغلة فهو لما يجي يرفض مثلا ان ياخذ العملية بده يوضح لي ليش تمام بده يوضح لي ليش هو ما بده ياخذها شو اسباب اللي منعته انه ياخذها او انه يعملها يعني الثاني انه الكومبيتنس تتغير مع الزمن ممكن بسبب المرض نفسه انه يعني هو مع التعب ومع كثرة المرض يعني بطل قادر انه يتخذ قرارات بطل قادر انه يفكر كويس في المواضيع هاي ممكن مع الزمن انه بعد التجربة صار عنده وعي اكثر انه اه والله الدولة فلانة رح يعمل لي كذا الدولة فلانة رح يعمل لي كذا الكومبيتنس تتغير مع الزمن الثالثة انه يعني مرات الانسان نفسه في ظرف معين بيقرر صح ولكن في ظرف اخر بيقرر غلط فهي حسب الظرف يعني it changes over time changes بناء على السيركمستانس السيركمستانس يعني طيب بحكي لي انه ما في نسبة معينة للكومبيتنس يعني ما بقدر احكي والله هذا المريض 80% كومبيتنس بس يا هو كومبيتنس يا هو مش كومبيتنس بغض النظر يعني هل هو بفترة معينة كان كومبيتنس بعدين يتغير ولا هل هو من البداية مش كومبيتنس من الاساس طيب هسا في عندي elements of decision making competence يعني شو عناصر اتخاذ القرارات بكمبيتنس يعني انه يكون هو نقرره بشكل عاقل يعني تمام اللي هي الشغلة الاولى اللي هي ability to communicate and understand اذا انا المريض عندي مثلا مش قادر اني انا اتواصل معه افهمه فهو ما رح يقدر يتخذ قراره تمام فلازم يكون عنده القدرة على التواصل وعلى الفهم الثانية انه يكون عنده القدرة على توضيح ليش هو بده ياخذ alternative treatments يعني لو المريض اتحكيلي انا ما بده اخذ دوار رقم واحد اخذ دوار رقم اثنين فانا لازم اسأله ليش بدك توخذ دوار رقم اثنين وقتها هو لازم يوضح لي اذا وضح لي بشكل مقنع ومنطقي وقتها ايش وقتها انا عادي بعرف ان المريض هذا صاحي وراشد وعاقل طيب الثالثة انه يكون المريض عنده مبادئ وعنده اهداف بالحياة طيب يعني في عنده مبدأ معين وبناء عليه اتخذ قراره ما اخذ قراره والله اه لاني انا مش دعبالي ولا اه لا هو بيجي بحكيلي انه انا ما بقدر اعمل هاي العملية لانها بتتعارض مع مبادئ او بتتعارض مع الاشياء اللي بده انجزها لقدام او بدي اجل العملية لبعدين تمام فهي هاي الفكرة هاي ثلاثة الشغلات تكومينيكايتا اندرستان تريزن دفرنت ألتيرناتب تريتمنس وتبوستس فاليوز اندغوز في عندي بحكيلي انه ما في عندي سلد مجر ما في عندي اشي ثابت اقيس عليه الكمبيتنس يعني والله سكيل معين او امتحان وبحكي هذ مرض كمبيتنس ولا لا فبالتالي ايش نبين الموضوع زي كأنه راندوم كأنه عشوائي ولكنه مش هيك زي ما حكينا في عندي كثير شغلات وانا بحدد عليها الكمبيتنس يعني الرعاية الصحية سبجيكتف بالنهاية وتختلف حسب المريض طيب هسا في عندي درجات للكمبيتنس اقل درجة اللي هو انه المريض يقدر يعبر عن الاشياء اللي بفضلها والاشياء اللي ما بفضلها بغض النظر عن طريقة التعبير تمام فهاي المنمى الليفل اوف كمبيتنس في هاي المرحلة من الكمبيتنس هون يعني اذا المريض يعني يدري يعبر عن الاشياء اللي هو بفضلها فهونا احنا احترمنا السلف ديتيرميناشن تبعت وهذا الاشي راح يعزز الموضوع عنده الشغل الثاني انه هاي هذا المستوى المنمى الليفل يعني ما بيحمي المريض يعني ما بيزيد الويل بينج تبعه وهيك عادي يعني هو هذا الاقل الليفل انه بس هو بيحدد الاشياء اللي هو بفضلها وهذا الاشي بس بيخدم لي السلف ديتيرميناشن تمام فما يعني مش شرط انه يخدم لي الويل بينج الشغل الثانية اللي هي لازم اقدر انا اقيم محتوى القرار تبع المريض يعني ممكن المريض يوافق ويشرح لي ليش وافق او يرفض ويشرح لي ليش رفض بس لازم انا اسبابه هاي لازم انا اقيمها اشوف هل هي منطقية ولا هل هي يعني نييف يعني مش راشدة ومش عاقلة تمام يعني والله بجزء يحكيلي انا ما بدي اعملي العملية لانه العملية راح توجعني طب اكيد راح توجعك يعني ما هي عملية بس بالاخير هاي صحتك وهاي توسط الفكرة كيف هاي الفكرة اه بحكيلي الكونتنت تبع الديسجن انا بشوف بقارنه مع رأي الطبيب وبقارنه مع رأي العائلة وبشوف هل هم ماشيات مع بعض ولا لا اذا ماشي اذا قرار المريض ماشي مع رأي العائلة ومع رأي الطبيب فبالتالي ايش بالتالي بقدر احكيي انه كمبتنت لانه قاعد بيختار اشياء منطقية بس اذا كان بعيد عنها يعني او اختار عكس الطبيب وعكس العائلة وقتها انا ايش لازم اقيم الكونتنت سبعة هذا المريض واتأكد انه هو عاقل وراشد اه طيب هون بحكيلي انه لازم لحتى اقدر احدد يعني الكوبتن سبعة المريض في عندي هون اوبجيكتف ستاندرد يعني في عندي اشياء يعني ما بتتعلق بالمريض لحاله لا انا بدي اقيم كلامه بس لحاله انه ايش هل هذا الكلام منطقي ولا لا الرايشناليتي تبعت الحكي الشغل الثاني انه الناس اللي بنفس وضعه شو الخيار اللي اختاروه تمام واذا هو اختار حسب الاغلب وقتها بقدر احكي انه عادي يعني حكيه بقدر اوخذ فيه وهذا المريض كومبيتنت تمام الثالثة انه شو رأي الطبيب لانه اذا المريض يعني ماشي مع الطبيب بنفس الرأي معناته بقدر احكي انه عادي هذا قراره صح طيب لانه بالاخير يعني هو متوافق مع الرأي الطبي المشكلة انه بهذا الموضوع شايفين هاي الاجيكتف ستاندرد انا ما تعاملت مع المريض ولا مع حياة ولا مع ايشي اخذت كلامه وقارنت بناء على هاي ثلاثة شغلات هالكلامه منطقي هالكلامه زي كلام الناس اللي مروا بنفس التجربة وهالكلامه نفس كلامه المريض نفس كلامه الطبيب ولا لا هسا هاي الشغلات الابجيكتف ستاندرد مش لازم ايش يعني مش دائما بقدر ادافع عنها تمام مثلا على فرض في عندي نوع معين من السرطان يعني فترة الحياة متوسط الحياة بعدها يعني شهرين وبيموت المريض تمام والعلاج مش ضابط الكيماوي فممكن اغلب المرضى يحكوا لا ما بدنا ناخذه الكيماوي وخلص وبدنا نعيش هذول الشهرين وبعدين يعني ربنا باخذ امانته ولكن هل هذا الابجيكتف ستاندرد مثلا يعني بقدر ادافع عنه هل بقدر ادافع عن مريض ما اخذ الكيموثيرابي او ما يعني ما اخذ بأسباب العلاج فشافين فكرة كيف يعني هاي فكرة ان الابجيكتف ستاندردس are not always defensible مش بقدر ما بقدر ادافع عنها دائما الشغلة الثانية انه هاي انا تعاملت مع الحكي يعني كأوبجيكتف ما تعاملت معه subjective ما تعاملت مع الحكي من وجهة نظر المريض زي ما حكيت انا اخذت كلام المريض وقارنته مع اشياء ما لهاش دخل بحياته ما لهاش دخل بحياته ما لهاش دخل بقيام المريض فهذا الاشي ما احترم يعني مساحة المريض في تحديد الفاليوز تابعته في تحديد القولز تابعته هاي الفكرة فالفيزيشن ديسيجن is not a golden standard هي مش اشي يعني يعني خلص يعني قرآن منزل وخلص يعني لازم نمشي عليه وضعات هاي الفكرة وبحكي لي يعني هون هاي الحالة لان انا بقارن حكي المريض باشياء خارجية من المريض وقتها اياش وقتها بقدر يعني ممكن يوصل للموضوع انه انا قاعد بتعدى على حق المريض في اتخاذ قراره تمام يعني انا والله اجيت قارن تحكي المريض مع الراشن التي ما زبط مع شو الناس قرروا ما زبط مع الفيزيجن ديسيجن ما زبط بس ممكن ويضي يكون كومبيتنت تمام فهون انا زيك اني اياش بتعدى على قرار المريض نفسه فوصلت الفكرة كيف هاي اللي هي فكرة السبستانشال ابيوز بصير في عندي ابيوز حقيقي وواضح اتجاه قرار المريض في اتخاذ قراره من نفسه هس ممكن يجي واحد يسأل طب معقول يعني ما وافق الثلاث وممكن يكون حكي المريض صح بحكي لك اولا انه هون احنا بنرجع للنقطة الاولى انه objective standards or net always defensible مش دائما هاي الاشياء الثلاث صحيحة ممكن مرضى عنده وجهة نظر مية بالمية صح بس لانه جيت قارنة مع ذوال الثلاث طلعت غلط الشغلة الثالثة احنا حكينا هون ايش كنا نحكي عن انه شو levels of levels or standards of competence حكينا عندي minimum level of competence to express preferences المريض يعبر شو الاشياء اللي بيفضلها في قرارات بسيطة يعني انه هو يختار مثلا الدول الخاصة للدول الغالي تمام هاي اول شغلة الشغلة الثاني انه انا اقيم ال content تبع ال decision تبعه يعني شو محتوى القرار تبعه هل هو منطقي ولا مش منطقي الثالثة اني انا اقيم طبيعة المريض وقدرته على الاستيعاب وقدرته على اعطاء الاسباب وعلى التوضيح تمام هاي اللي هي الثالثة فبحكيلي انه هون طيب بحكيلي مرات بصرفي عندي سوء فيهم للمريض يعني هو مثلا كان يوضح كان يعمل reasoning بس صار فيه عندي سوء فيهم انا بجوز الايش انوش من المريض بجوز انه انا ما قدرت احكي مع المريض بشكل كافي انه يوصل الفكرة طبعته مية بالمية تمام مرات المصدر عندي مثل understanding هذا لا يعني مية بالمية خلص انه المريض مش competent لا بجوز يكون competent عادي بس ايش ما صار فيه عندي تواصل معه بالشكل الكافي انه يوصل فكرته بحكيلي ولكن اذا صارت صار فيه ثبات للاخطاء انه ظل يعني ظلت اتناقش انو يا اتناقش انو يا ولكن لسه فيه عندي اخطاء 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 وفيه غير لا منطقية وفيه يعني هو قاعد باختار اشياء ما بتخدم الويل بينك تبعته وقتها بحكي انه هذا المريض ممكن يعني بقدر اثبت الانكمبيتنس تبعته فيا اما انه المريض ما بيكون قاعد بفهم شو الدكتور قاعد بحكيله او انه يعني هو مش قاعد يعني هو فاهم بس مش قاعد بحكي اشياء بتتافقه مع الويل بينك تبعته بحكيلي هنا اتفوسترز patient participation فآ يعني هذا يعني الـ evaluation تبعت لما هو يجي يوضح يفهم الدكتور شو قاعد بحكيله ويوضح اسبابه في القبول او الرفض هو انا يعني زي بعزز مشاركة المريض في اتخاذ قراره يعني على اهدافه صورنا عايدين هاي الجملة مليون مرة بالفيديو فهونا من ناحية الـ understanding and reasoning ببساطة اذا المريض قادر على الفهم وعلى ال reasoning وقتها الـ constant تبعه لازم اوخذ فيه it should be honored ولكن اذا مش قادر هو على الفهم وعلى توضيح وعلى انه يعطي الاسباب وقتها لازم القرار يتحول لحد ثاني قادر على اتخاذ القرار يتحول لواحد ثاني وصي سروقت يقدر هو يحدد القرارات بدل المريض تمام ممكن يكون حدا من عائلته مثلا حسا يعني الـ consequences of acting on patient's decision range from being better to being worse يعني التبعات اللي هي انه يعني انه يتحدد قرار المريض تبعات هاي ممكن تكون انها بتحسن من المريض او بتخليه اسوأ وبالتالي انا اللي معاجي اقارن بده اقارن الاشي يعني الاشي الموجود مثلا الـ drug of choice مع الالترنتفز تبعته فانا بشوف الـ long term consequences هل هاي الـ long term consequences بالالترنتفز هل هي افضل ولا اسوأ وبالنهاية النتيجة نهاية اللي بطلع فيها بقدر بنان عليها ايش بقدر اوخذ عليها القرار فبحكيلي اذا يعني اذا اذا الالترنتفز كانت يعني بتخدم رأي المريض وقتها لازم يكون في عندي ايش يعني اقل مساحات الـ decision making تمام كيف يعني يعني انه اذا اختيار المريض بخدم مصلحته معناته هنا هذا الاشي ما بحتاج يعني high level of competence لانه الاشي الطبيعي انه الانسان يختار مصلحته تمام هاي فكرة النقطة الاولى النقطة الثانية انه اذا الـ effects بقرار المريض كانت اسوأ من الاشياء او البدائل الموجودة وقتها ايش هذا الاشي بحتاج high level of competence لحتى اقبله تمام لانه انا لازم يعني مريض قاعد بيختار قرار بيعطيه نتائج اسوأ معناته انا بده اشوف ليش هو اختار هذا القرار وهل فعل انه اختار بنانع ايش منطقي ولا لا اذا كانت الحسنات نفس السيئات معناته انا بدي moderate level of competence بجوز عادي يعني هو يعني مش هو minimal level يعني اختار مصلحته زيه زي باقي الناس ولو هاي level يعني انه والله كان في عنده افكار ثانية ومبادئ ثانية تختار هالقرار بنانع عليها لا عادي المدرة level المتوسط طيب ايه هنا بحكي لي انه تخيل لو عنده مريضين واحد قاعد برفض يعني beneficial treatment واحد قاعد بيقبله اي واحد يعني بحتاج هاي level of competence اللي قاعد بيقبل beneficial treatment ما بيحتاج هاي level of competence لانه الاشي الطبيعي انه الناس يختاروه ولكن اللي برفض beneficial treatment هذا الاشي بده هاي level of competence حتى نشوف ليش هو قاعد برفض هذا الالعلاج تمام طيب هسا بحكي لي legally we cannot provide medical care to a competent patient without his consent يعني قد ما كان الpatient competent ما بقدر اعطي medical care واحكي اه ما هو اصلا راح يوافق لا لازم يكون في عندي اشي موافقة منه رسمية انه ايش انه هو بده ياخذ العلاج بحكي لي انه لما انا احدد level of competence يعني تحديد المستوى تاعي الكمبيتنس متروك لا ايش للدكاترة اللي بيعملوا الججمانت هل هذا المريض competent ولا لا فبالتالي يعني حاليا الطبيب هو المسيطر انه هو بيقدر يحكي هل هذا المريض competent ولا مش competent فبالتالي لازم يكون في عندي قوانين واضحة انه لازم ما يتم استعمال هاي الحرية في يعني الحكم على المرضى بشكل يعني غير قانوني انه انا مريض عندي competent 100% بس اروح اكتب عنه incompetent واروح اعطي العلاج غصبا عنه واضحة الفكرة هاي الفكرة انه ما يصر في عندي misuse او abuse فهاي الكليات عن الكمبيتنس حكيانا في عندي ثلاث عناصر اللي هم الكمبيتنس والvoluntaryness واني اعطي الانفورميشن لحتى ياخذ قراره فعندي الvoluntaryness انه يكون هو ما اخذها بإرادته كاملة ما يكون ما اخذها بإجبار من اي حدا ولا انه في حدا خاده تمام او حدا ناصب عليه يحكي له الدكتور انت لازم تأخذ هاي الجراحة بس هو فعليا ما بيكون بحاجتها بس ايش الدكتور بيكون بده ايش يعبي جيبته مصار فضحت فالاجبار بيخلي الموضوع اسوأ ماشي انه انا ما اجبر المريض على قرار معين او اني انا اخوفه انه ما يوافقش على القرار او يوافق عليه فهاي الفكرة انه لا هو لازم يكون full entry 100% الانفورميشن لازم اعطى المريض يعني معلومات كافية عن حالته عن البدائل الموجودة لحتى هو يتخذ قراراته وبالاخير يعني انا لاش بعطيه هاي المعلومات الالتمت قول الهدف النهائي اللي بدي اوصله انه المريض يقدر ياخذ القرار الخاص فيه اللي يقدر يختم مصلحته تمام هون بحكيلي انه البروفايدر لازم ايش لازم يحكي للمريض كل المخاطر الموجودة في اي اشي بدي يعمله لحتى يحمي نفسه حس بحكيلي هون بحكيلي هون زي ما حكينا وانه الكنسنت الانفورمت كونسنت اللي بيعطيه المريض ما بيحمي ضد يعني الاخطاء الطبية المالي براكتس تمام فبالتالي هذا مش يعني هو مش الاثيكال بيسز اللي نبنى عليه الانفورمت كونسنت يعني انا ما عملت الانفورمت كونسنت عشان احمي المريض من اي خطأ طبي وضحات انا بحمي المريض من اي تبعات افوا انا بحمي المريض بانه هو خلص هو اتخذ القرار تاعمية بالمية وبحمي المستشفى انه انتوا اعملوا شغلكم صح مية بالمية ولكن اي تبعات للدوى نفسه هذا المرض هو هون باللي بتحملها مرات المعلومات اللي انا بحكيها للمريض بتخوفه تمام فبالتالي انا لازم احدد شو نوعية الحكي اللي بدي احكيه وقديش هو لازم يعرف عن حالته لما انا اجي احكي المرض عن حالته فيه ثلاث شغلات لازم انا انتبهلها انه اول موضوع انا احكي له عن الـ current medical condition او انا كطبيب بدوري يعني ارشح له علاج معين لحتى ايش لحتى هو يعني ياخذ رأيي كطبيب ياخذ رأيي الطبي ويقدر يقرر البناء عليها بجوزه يكون بده مشهورتي يعني تمام وبحكي له اكيد يعني قداش كل واحد منهم بيكلف اذا بحكي لي لمامتف information زي ما حكينا اكيد المريض لازم يعرف كل اشي بس بحكي لك يعني كيف تعطي المريض المعلومات اول اش انت بتحكيله الاشي العامل لأي بني ادم لازم يعرفه بعدين بتسأله اذا بده يعرف اكثر فهو بصير يسألك اسأله وانت بتجاوبه يسأله وتجاوب يسأله وتجاوب وخلص يعني اذا بتكون اعطيته الاشي اللي هو بده يا شو الاستثناءات من الناس اللي بعالجهم بدون consent هم 104 الناس الناس اللي اذا انا خبرتهم عن حالتهم راح يصير في عندهم يعني تبعات سيئة كثير يعني ممكن ينتحروا اذا هم يعرفوا عن الحالة الثاني اللي هم ال incompetent patients يعني واحد عقله مش معاه مثلا مشاكل نفسية او مشاكل عقلية الشغل الثالث اللي هي ويفينج consent انه هو يودي ال consent لحد ثاني يخلي حد ثاني يقدر هو اللي يتخذ القرارات تمام واخيرا ال emergency واحد جاييني على الطوارئ ولازم انقذ حياته ما بستنى consent منه اه والله انقذ حياته كل ما انقذها فهاي هيكم حاضرة informed consent ان شاء الله تكون واضحة وسهلة واي سؤال جاهزين ان شاء الله بالتوفيق يا رب اشتركوا في القناة